ايه الامراض المرتبطة بامراض الدم؟ بامراض ضغط الدم نصلنا في هالي احنا دلوقتي عندنا اصلا يعني ايه اصلا ضغط الاول؟ الضغط ده يعني واحد مريض بيقس ضغطه مرتين في اوقات مختلفة فيلاقي ضغطه اعلى من 140 إلى 90 فالنهار في الاول يعني ايه ضغطه؟ بعد كده نتكلم في تفاصيل يعني نعم فطبعا الضغط ده فيه انواع يعني الضغط ده ممكن نعتبره عرض وممكن نعتبره مرض بنعتبره عرض لو هو ظهر سانوي لامراض تانية زي مثلا مريض كلا مريض فشل كلاوي او مريض مثلا عنده مشاكل في الكلية وليكن مثلا مريض عنده حصوة حتى في الكلية فطبعا تبصوا تلاقي البول مش واخد المجرى السليم بتاعه فبالتالي بيحصل مشاكل في الكلية فاتأثر على طبعا ايه على الشرايين بتاعت الكلية فاتأثر طبعا بالتدريج اسواء سيستم واحد فاتأثر على القلب فبالتالي الضغط ايه؟ الضغط يعني السكر السكر طبعا بيعمل تصلب في الشرايين حتى الجلوكوز نفسه بترصب بيساعد على ان الكوليسترول نفسه يترصب على جدار الشرايين فاتبص تلاقي الضغط يبدأ ايه؟ الضغط يبدأ يعني مريض الكبد مريض الكبد بيحصل حقا بحاجة اسمها كونجيشن كونجيشن دي يعني احتقام الاحتقام ده طبعا الدم تبص تلاقيه واخد يعني ايه زي مصورة كده فيبدأ يرد الدم يرد من شريان للتاني للتالت لحد ما يوصل من اوردة بقى لحد ما يوصل ايه للقلب فبالتالي تلاقي القلب نفسه يحصل فيه احتقان وبص تلاقيه طبعا ايه؟ الضغط يعني الى جانب طبعا العداد تسيئة الاكل واحد كان املح كتير اللي اضغطه هل واحد يشرب هل قسوس بفترة فبالتالي برضو ضغطه يعني فطبعا كل جهاز موجود في الجسم ممكن يؤثر على الضغط بطريق مباشر ده بنسميه عرض لمرض بمعنى ان احنا لو صلحنا المشكلة اللي موجودة في الكليا او في الكبد او في القلب نفسه قد بص تلاقي الضغط ايه؟ يعني هذك بتقول انه لو انت لو حد مريضك عنده كلا كبد سكر بالضبط حاجة في المسالك الجولية ممكن تؤدي الى ارتفاع ضغط الدم الى ارتفاع ضغط الدم الى جانب المشاكل الرئيسية يعني ايه في القلب نفسه يعني ايه امراض مرتبطة مرتبطة بالضغط الى جانب بقى ما ننساش طبعا الستات الحوامل ممكن يحصل لها ضغط حمل يبقى هي كهية حامل فبالتالي يحصل عندها ضغط بعد اما تولد الضغط بيروح وممكن يخش في حاجة اسمها يعني مصطلح كده الناس بتفكروا بتسمعوا غلط وهو تسمم الحمل